ممكن الناس بتبقى مركزة شوية في الكورة أو مركزة كتير في الكورة ودلوقتي في الباسكت والهندبول وغيره لكن في الألعاب الفردية يا جماعة القال بيعمل إنجازات مش طبيعية بالذات في تينس الطاولة تينس الطاولة ما شاء الله لما تلاقي الولاد والبنات المراكز الأولى في أفريقيا الفردي والزوجي والفرق حتلاقيهم كلهم ولاد وبنات النادي لها وأصحاب التصنيف الدولي الأقرى الأفريقي واحدة من النوابغ المعجزات هانا جودة هانا جودة الطفلة المعجزة في تينس الطاولة من سن 12 سنة يعني أنتم متخيلين أنه الأهل كان بيأثروا لها الترابيزة عشان تعرف تلعب أعتقد اللي عامله هانا جودة إنجاز ما بعده إنجاز الجديد بتاعها أنه بتترشح لجائزة محمد بن راشد المكتوم في الإبداع الرياضي الجائزة الحقيقة يعني فيها ترشحات كتيرة جدا أعلنت عنها اللاجنة الخاصة بالجائزة في الإبداع الرياضي أعلنت أسماء الفائزين في الدورة الـ 12 تصدر قائمة الفائزين شخصيات قيادية وصناع قرار من الإمارات والوطن العربي والعالم وإداريين أثبتوا جدرتهم وأبطال وفرق متألقة ومؤسسات مبدعة نال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان جائزة الشخصية الرياضية الإماراتية حيث يرعى الأنشطة الرياضية في نادي عجمان والأندية الأخرى بينما نال بقى جياني إمفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشخصية الرياضية العالمية باعتباره قاد أكبر اتحاد رياضي دولي إلى تحقيق المزيد من النجاحات وتبني المبادرات والأفكار لتحقق المزيد من النمو والانتشار ونال الشيخ طلال الفاد الصباح رئيس المجلس القلوم بالأسيوي جائزة الشخصية الرياضية العربية فئة الرياضي الإماراتي فاز كل من سالم حمد الكتبي لحصوله على زهبية وفضية بطولة العالم للقدرة والتحمل خالد محمد الشيحي نال أيضا الميدالية الزهبية في بطولة العالم الإداري الإماراتي فاز بها عبد المنعم السيد الهاشمي رئيس الاتحادين الأسيوي والإماراتي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لنما الحقيقة المؤسسة الإماراتية فاز بها نادي دبي لسباق الخيل لإنجازاته فئة الحكم العربي فاز بها بشرة كريوب المغربي دي بشرة كريوب المغربية لكونها أول حكم عربية تقود مباريات في نهاية كاس العالم لكرة القدم للسيدات المغرب الحقيقة مش سايف حاجة خالص كما كانوا ضمن الطاقم حكام نهائي كاس أفريقيا للرجال في عشرين واحد وعشرين وقدرت نهائي كاس العرش المغربي للرجال عشرين تلاتة وعشرين بشرة كريوب واضح أنه حكمة هتزاحم الرجال بتوعنا ثم كانت طبعا المعجزة المصرية والأهلوية هانا جودة اللي بتنافس في جايزة حصولها على زهبية بطولة العالم لتنس الطاولة للشباب فئة المختلط في تونس عشرين اتنين وعشرين كاز فازت كمان بزهبية وفضية بطولة العالم لتنس الطاولة للشباب في البرتغال عشرين واحد وعشرين المصنفة التانية عالميا في تنس الطاولة تحت سبعتاشر سنة فالحقيقة عاملة إنجازات كبيرة جدا أعتقد هانا جودة تستحق المنافسة بقوة على جايزة أفضل رياضية عربية فعلا لإبداحها الرياضة الكبيرة يعني هي طبعا ظاهرة مفيش شك إن هي وبعدين ماشي يا أستاذ إبراهيم يعني أنت ممكن تيجي تقول إيه طفرة على مستوى النشيين النشيئات لكن بتقطحم عالم السيدات وتعمل مكانة محترمة جدا وبتحقق تلتشلها بطول السيدات من بطلات عريقات واسمها موجود والله تستحق جدا مش مجرد ترشح وأيضا تستحق الفوز بإذن الله طب نشوف هذا الفيديو التنشيطي والترويجي لهانا جودا أنا هانا جودا بطلة العالم في تنس طولة ناشئين تحت 15 سنة الزوجي والزوجي المختلط وكسبت مدالية الفضية فرد الناشئات تحت 15 سنة كنت أظهر لعائبة تكسب بطولة أفريقيا للسيدات تنس طولة سعيدة جدا أن أنا تأهلت للمرحلة النهائية من التصويت للفوز بجائزة محمد من راشد المكتوم في فئة أفضل ناشئ عربي تستني أدعموك وتصويتك إليه من خلال موقع وتطبيق الجائزة يعني دي لمحة من إنجازاتها وبصوتها عشان ناس تعرف مين هي وتدعمها وتدعمها بإذن الله طيب في سبيل الجوائز نشوف بقى جلوب سكر وحكاية جديدة في تقدير الأهلي لذلك